أنتم في أمريكا هل تبالغون في كفاءة جند الاحتلال الإسرائيلي؟ اسمح لي أنتم دائما تتحدثون حتى وسائل الإعلام حتى الأفلام هوليوت تتحدث وأنا رأيت بعضها تتحدث بقدر كبير يرون بعض من المبالغة عن الكفاءة الجند الإسرائيلي وأجهزة المعلومات الإسرائيلية لكن يوم 7 أكتوبر بدأ أن كل هذا منهار وأن رأينا بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي يسحلون من قبل جنود المقاومة الفلسطينية فهل فعلا أنتم تبالغون أم ماذا؟ نعم هذا سؤال أعتقد أن الإسرائيليين هو المتحدث باسم الجيش قال إن ما حدث في السابع من أكتوبر كان كارثة بالنسبة للعسكريين الإسرائيليين بطبيعة الحال كان هناك فشل استخباراتي كبير هذا ليس مسألة أنا لا أنتقد كفاءات جيش الدفاع الإسرائيلي حتى أفضل الجيوش في العالم يمكن أن تتعرض وتجد صعوبات كبيرة نعم رأينا الجيش الأمريكي في أفغانستان ماذا حدث له ومن قبل في العراق حتى الجيوش الأمريكي الكبيرة تتعرض لانتكاسات أندرو نعم بطبيعة الحال في الحادي عشر من سبتمبر كان هناك فشل استخباراتي ذريع ومن السهل جدا أنك يمكن أن تعتمد على التكنولوجيا وهناك إغراب القيام بذلك ولكن وربما بعض المظاهر قد تخدعك وهذا ما حدث إذن هذا يحدث لأحسن الجيوش في العالم جيوشنا بما في ذلك الجيش الأمريكي طبعا أنا لا أفهم الرابط ما بين 11 سبتمبر لعلك تقصد ما بعدها لأن ما قامت به المقاومة هي دخلت على الوحدات العسكرية في 7 أكتوبر الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي وقامت بالتعامل معهم وجها لوجه شتان ما بين هذا وذاك لم تذهب إلى دولة أخرى هي أراضي محتلة يعني لكن لو لك توضيح تفضل أنا لم أكن أقارن الحدثين بين 11 سبتمبر ولكن ما قصدته هو أن هناك فشلا استخباراتيا يمكن أن يحصل لأي بلد في الدفاع عن أرضه ولا بد أن ذلك الاعتراف بأنه كان فشلا استخباراتيا أيضا بالنسبة للمتحدة الأمريكي ترجمة نانسي قنقراني